هي الحالة نفسها تتكرر سمعوا ذوي انفجار رجال الأمن يهرعون إلى المكان واللبنانيون إلى عالمهم الافتراضي فيتهكمون على الواقع المر فوزارة الصحة تحذر وزارة الداخلية من مخاطر وزارة السياحة قال أحدهم في حين سأل آخر موسم سياحة ممتاز التولي إيه؟ موسم سياحة متفجر حبيبي قد مبسوطين السواح عندنا في لبنان عم بفجروا حالهم فرحاً وينك يا فادي عبود تجي تشوف مبسوط بأكبر كاسة ليمونادا كنت إيه؟ وقرر أحد الزملاء الإعلاميين بيع التأشيرات حين كتب جديدنا تأشيرات خاصة بالإرهابيين سنة وشيعة وكل شيء وعلق أحدهم ساخراً القوى الأمنية تقتحم أوتيل صح النوم وتوقف المشتبه فيها فاطوم حيسبيس وأكد آخر أن الحصيلة النهائية للانفجار أحد عشر جريحاً وعشرون حالة طلاق ونقلت زميلة صحفية خبراً عاجلاً مفاده تأجيل الموسم السياحي في لبنان لدواعش أمنية هلأ الانتحار بدوا ينزل بأوتيل خمس نجوم ليفجر حاله والشباب بلبنان إذا بدوا يظهروا مع بنت بياخدوها على مينا بيتش تبع الأربعين ألف هايدي الله ما قال وبطريقة انتهكمية سأل أحدهم نقل مباشر للمداهمات فينا نبعث أسماس قبل ما تبلش المداهمات للمشاهدين ترقبوا بعد لحظات دهم فندق كذا مذا وكتب شخص آخر عزيزي الانتحاري فيك تظهر مع الحوري بالفندق من دون ما تفجر حالك وعلق آخر صدق القول السعوديين بموتوا باللبناني وضمن أجواء المونديال التي نعيشها قال أحدهم في مونديال الإرهاب سجل لبنان أهدافا مبكرة في مرمى الدواعش في حين علق زميل صحفي منيح مكان الانتحار درزي كان إذا ما زبطت العملية معه بضل عيدة لتظبط وكان للهيئات الاقتصادية نصيب حين كتب زميل إعلامي الهيئات الاقتصادية تعيد الانتحاريين بأسعار مخفضة في الفنادق بما أنهم ما بطوله وردا على الوعود بموسم سياحي مميز قال أحدهم داعش تهدد بإلغاء حجوزاتها من الفنادق اللبنانية إذا استمرت المداهمات